السؤال بيقول هل اقدر اتعلم البرمجة من الموبايل? طبعا تقدر تعلم البرمجة من الموبايل. السؤال ده جميل جدا جدا جدا. عارفين جميل ليه? عشان في ناس بتقول انا نفسي اتعلم برمجة بس انا معيش لابتوب. ده واحد بيدور على اعزار عشان ما يتعلمش. بس السؤال ده جميل ليه بقى? عشان هو نفس الامكانيات بالزبط معيش غير موبايل. بس بيسأل السؤال بطريقة احلى. هل اقدر اتعلم من الموبايل? انا معايشه الموبايل ينفع اتعلم منه ولا لا? طبعا ينفع. جمال دوت تيك اتعمل عشان انت تتعلم برمجة وتتقن البرمجة مهما كان امكانياتك وكمان تشتغل. فانت لو معاك موبايل ينفع تتعلم عليه برمجة وتشتغل اه ينفع. مفيش اي شركة في الدنيا لما تيجي تعمل اعلان لوزيفة بتقول لو سمحت عايزين مبرمج معه لابتوب مواصفاته وكذا ما فيش حد بيقول كده. بيقول احنا عايزين مبرمج بيفهم كذا وبيعرف كذا وعمل كذا. فاهم حاجة ان انت تكون متعلم. مش مهم الامكانيات. الامكانيات دي مجرد وسيلة عشان اتعلم بيها. اللي عنده امكانيات اكتر ممكن يتعلم او مرتاح اكتر. لكن مفيش اي فرق كده كده ينفع تتعلم. لو انت عندك اي نوع من اجمع الاجهزة اللي في الدنيا دي كلها. بس متوفر في حاجتين بيتوصل بالانترنت. وفي شاشة يبقى ينفع تتعلم برمجة من على موقع جمال دوت تاك. سواء بقى التلفزيون اللي السمارت اللي بيتوصل بالنت ينفع تتعلم عليه برمجة اه ينفع. الموبايل ينفع التابلت ينفع اللابتوب ينفع الكمبيوتر العادي ينفع. لو التلاجة فيها شاشة وبتتوصل بالنت هينفع تتعلم عليها برمجة من على موقع جمال دوت تاك. وتعالا نفتح مع بعض الموقع من الموبايل ونمشي بالخطوات نشوف ازاي انا ممكن اتعلم واطبق من الموبايل. هنفتح موقع جمال وعمل ساين ان. طبعا ساين ان دي مش محتاج ان انا اشرحها اي حد ممكن يعملها. بعد ما تعمل ساين ان. هيظهر لك الشكل ده. هختار اونلاين كورسز. هيظهر لك فيديو. يشرح لك المفروض احنا بنعمل ايه? في الكورسات. وطريقة التعليم بتمشي ازاي? وبعدين الكورسات بالترتيب. اول كورس خالص في البرمجة. بيبدأ معك من الصفر وبيعلمك كل اساسيات البرمجة. بتطلع منه فاهم كويس جدا يعني ايه برمجة? ده كورس اسمه سي بروجرامن. اول ما تفتحه هتلاقي فيديو بيشرح لك السي بروجرامن دي تستخدم في ايه? عشان تعرف ان كل العربيات اللي ماشية في الشارع دلوقتي واللي هتنزل بعد كده كلهم متبرمجين بالسي. كما فيهم المارسيدس والبي ام وتسلا. كل العربيات متبرمجة بالسي والطيارات. فدي لغة مهمة جدا اللي اللي متبرمجة بيها كل الحاجات اللي احنا بنستخدمها في حياتنا اليومية. طيب هختار اول اللي هو اقدر اشوف الفيديو بتاع المحاضرة. ولو حبيت ان انا اشوف بقى الكود اللي موجود في الفيديو ده بيتطبق ازاي في الحقيقة? هضغط على زرار ستارت كودنج. هيظهر لي الشاشة السودة دي. اضغط على رن. هيظهر قدامي الكود اللي كان موجود في الفيديو والكمبيوتر بيطبقه. طب انا بقى عايز اكتب انا كود بنفسي. وطبق انا بنفسي اعمل ايه? ممكن افتح موقع ريبلت او هيظهر لي هنا زرار زي ما هو ظاهر عندي هنا ان انا اعمل نشتول لقاب تاني اسمه ريبلت. القاب ده اللي احنا بنكتب عليه الكود. يبقى انا اقدر اتعلم برمجة على موقع جمال دوت تيك سواء انا معي موبايل او تابلت او لاب توب او كمبيوتر عادي او اي جهاز في الدنيا. فيه شاشة ومتوصل بالانترنت.